على قدم وساق يجري هدم ما تبقى من الدولة العراقية وترسيخ حالة لا دولة في بلد بات مصيره في يد حفنة من السياسين الفاسدين والميليشيات الطائفية وكالة بلومبرغ الأمريكية أكدت في تقرير لها أن كل الأزمات التي ورثها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تعقدت وتعمقت وأن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها لن تنقذه ولن تمنحه التفويض الذي يريده في ظل الأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد وأفضل ما يمكن أن يفعله هو أن يسقط سريعا وتقول الوكالة أن الطريقة الوحيدة للتنظيم السياسة في العراق هي مكنسة قوية من خلال التفويض الشعبي وهو ما لا يمكن أن يحققه الكاظمي الذي تولى السلطة قبل ثلاثة أشهر دون أن يشعر العراقيون بتغيير ملموس بل إن الأزمات التي ورثها تعقدت في ظل ميليشيات أصبحت أكثر جرأة بدعم إيران التي لديها مصلحة في الإبقاء على السياسة الطائفية للحفاظ على نفوذها في بغداد وتقول بلومبرغ إن الفساد يتجذر في السياسة العراقية ليصيب كل ما المحم من ملامح الحياة في البلاد مع زيادة انتشار فيروس كورونا وفرض إغلاق جديد بل حتى الطقص صار أسوأ من ذي قبل بعد أن واجه العراق وأكثر مواسم الصيف حرارة واستنقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي وهما يمثل تحديا إضافيا لا سيما مع عودة المتظاهرين إلى الشوارع بقوة على وقع ترد الخدمات والأزمة الاقتصادية ويشدد تقرير الوكالة الأمريكية على أن الطبقة السياسية تفقدت مصداقيتها ويحاول أركانها التمسك بمواقعهم ومميزاتهم قدر الإمكان لافتة إلى أن هناك عدد كبير من النواب الذين لديهم مصلحة في استمرار النظام العاجز دون أي تغيير وهما لا يمكن أن يقبل به الشارع العراقي الرافض لنظام المحاصصة الطائفية ولمن يمثل رأس السلطة فيه حيث يرى ثوار تشرين أن الكاظم في النهاية هو ابن المنظومة الفاشلة التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه اليوم